من جديد بجدد ترحيب بحضراتكم مرة تانية بعد قليل هيكون فيه بيان هام جدا من مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب بعد قليل هناك بيان هام من مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب وده على فكرة بالمناسبة لنزل على صفحة المتحدث الرسمي لنادي الزمالك الأستاذ أحمد سالم اللي بنكني لي كل الاحترام وكل التقدير قبل أهو البيان محضراتكم على الشاشة بيان هام من مجلس إدارة نادي الزمالك بعد قليل ده البوست اللي نشروا زملنا العزيز أحمد سالم على السوشيل ميديا هنتابع محضراتكم البيان خلال لحظات قليلة جدا عبر شاشة قناة ناديكم وده اللي أنا كنت بقوله لحضرتك في الإنترو ما تصدقش أي حد ما تسمعش أي حاجة على السوشيل ميديا هنا المنصة والمنبر الإعلامي الرسمي لنادي الزمالك قلت لحضرتك بعض الناس بتجتهد أن هي تجيب ريتش بتجتهد أن هي تقول معلومات للأسف أنا تبعت وشفت معظم المعلومات اللي حضرتك شفتها على السوشيل ميديا غير رسمية غير مؤكدة فيها مبلغة فيها حاجات كتير مغلوطة قبل حتى ما نعرف أن فيه بيان رسمي أو قبل ما يتم الإعلان أن هيكون فيه بيان رسمي في الإنترو قلت لحضرتك خليك واثق في مجلس إدارتك خليك واثق أن القرار اللي هيتم اتخاذه هو في صالح أو لمصلحة نادي الزمالك زي ما حضرتك كجمعية عمومية انتخابة مجلس الإدارة فتأكد أن مجلس الإدارة شغال بلسان حال الجمهور وخليك دايما واثق أن الأخبار الحقيقية والرسمية هتسمحها هنا في قناة الزمالك في الإنترو أكدنا على هذه الجزئية وقلنا يا فندم إركن السوشيل ميديا على جنب إركن أي صحفي بيتكلم بشكل غير رسمي أي معلومة أي معلومة رسمية ها من هنا